الحقيقة يمكن فريق النادي الأهلي مبارح ظهر بصورة جيدة جدا خلينا نقول أو خاصة في الشوت التاني يعني يمكن بعد ما فريقك النهاردة حس بالخطر وبأنه حلم الفريق الكبير بتحقيق ثلاثية ممكن أنه يديع لقدر الله طبعا نحن عارفين أنه ندي الاتحاد السكندري هو اللي تقدم بهدف لكن بسرعة جدا الفريق واللعابة الرجالة يمكن كان عندهم يعني الحس ده وكانوا عند حسن الظن خلينا نقول بيهم وقدموا شوت تاني أولا أرواع سجلوا هدفين رائعين طبعا أفشة اللي خلاص يمكن أفش قلوب كل الأهلوية حمدي فتحي كمان اللي النهاردة بيقدم أداء راقي جدا وفي نص الملعب بيسجل النهاردة هدف ممتاز في الديئة التسعة وتمانين الحقيقة الهدف ده يمكن بيأكد شيء مهم جدا إحنا دايما نتكلم عليه هنا في البيت في البيت الكبير وهو روح الفانيلا الحمر يا جماع أن أنت فريقك بيقاتل لحد اللحظة الأخيرة منش بيأس مش عنده دايما ثقة في نفسه عشان كده يمكن أنت النهاردة يعني خلاص قدرت أن أنت تحقق فوز وتنجح وتوصل للمباراة النهائية بعد ما كان فيه كتير الحقيقة يمكن إحنا النهاردة مستنيين أو كان فيه ناس خلينا نقول للبعض البعض الكتير كانت مستني أن أنت تقع علشان يفرح فيك أو يشمد فيك لكن النهاردة ربنا ومن بعد ربنا الجهاز الفني بقا قيادة موسماني المدير المحترم وقدير الحقيقة ورجالته كمان اللي وراه كانوا على العهد وقدروا أن هم يفرحونا وما خلوش حد يفرح فينا الثلاثية زي ما قال كابتن يعني كده هي حلم حلم الأهل الكبير الموسم ده بعد الدوري ودوري أبطال أفريقيا